اشتركوا في القناة فقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ثم قل اللهم اغفر لي او ادعو بما شئت فانك موعود بان يستجيب الله دعائك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من نومه فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته او كما قال صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة